موسيقى موسيقى السلام عليكم مهلا بكم في فيديو جديد اليوم سأتكلم لكم عن انتباعي قرابة سبوع من استخدام نسخة اليوس 13.4.5 فكبداية سويت لكم الفيديو الأول وتكلمت عن ميزاتك كلها سأتكلم لكم عن انتباعي بالنسبة لي البطارية صارت أفضل بالنسبة لي أنا بعض الأشخاص يستخدمون بطارية أسوأ على حسب الجهاز عندك وحسب الشبكة وعلى حسب استخدامك أنا استخدامي نفسي نستخدم لحق الصدار اللي قبل فلو بنشوف البطارية عندي هنا كيف نستخدم طبعا الهيلث عندي هنا 96 فلو بنشوف استخدامي خلال 24 ساعة لراحت مثل ما نشوف 7 ساعات ونص 8 دقايق في هذا الاستخدام من حق البرامج لستخدمهم لو بنشوف مثلا خلال 10 أيام لراحت فمثلا ما نشوف استخدامي ممتاز والبطارية عندي ممتازة فكبطارية ممتاز أداء الجهاز ممتاز لكن اللي واجهتها بعض الأحيان البرامج يصير فريز عندهم مثلا حتى لو أطلع كذا ما يطلع فأتمنى قبل النسخة الجاية تحدثها يمكن الأسبوع هذا يمكن الثلوث الربوع الخميس راح تنزل نسخة ثانية تكون نسخة تجربية الثانية لـ iOS 13.4.5 متى تنزل هذه النسخة لا يدري الى الان يمكن تنزل مع ايفون 9 حسب التسريبات يمكن تنزل فجأ الكل فلا يدري متى تنزل النسخة كأداء مثل ما قلت لكم ممتاز ما في شيء الكاميرا سرعة تفتح البرامج لكن كده مرة مثل ما قلت لكم ستطلع من سناب شات يعلق مع أن السناب شات اللي عندي نسخة تجربية فشي طبيعي ان يعلق عادي لكن البرامج الثاني برضو يعلق فمادري ايش تسالفة اتضر النسخة الثانية ونشوف معاكم من انتباعي طبعا اللي بيتكلم لي كيف ينزلها نسخة تجربية النسخة مش للكل نسخة تحملها عندك يمكن يعلق الجهاز عندك كامل يمكن يخترب النسخة لحق المطورين مش نازلة لحق الاستخدام الطبيعي ستقدر تدم الجهاز عندك كويس للنسخة تجربية فالشخاص الكثير الى الان يسألوني كيف ينزلها فتح اليوتيوب قناتي وروح حق البلايلست او قائمة التشغيل نزل تحت لحق النسخة التجربية لأيوستيرتين وتشوف تقريبا وبداية ما سويت البلايلست ببداية الفيديوهات بعد ما اشرح لأيوستيرتين بدايتها كانت سن راحة سويت فيديو كيف تنزل النسخة لكن انت على مسؤوليتك ستكون يعني جهازك اختراب قبل ما حضبنا ما راح تسولك شيء يعني جهازك اختراب تجرب من متجر قبل قبل لازم تفارمتها الجهاز فحتى لو فيه خراب تؤدي لحق قبل راح يتحذب من كل شيء فعني هي نسخة نازلة لحق المطورين عشان يحدثهم برامجهم يصير برامجهم تشتغل كويس على ما تنزل النسخة هذي للكلكل فانت كمستخدم طبيعي تخلك على النسخة العادية وانتظر ميزات تتكلمت عنها في النسخة هذي تنزلك انت مع غيرك تكون رسمية وعدلة وما في هاي مشاكل فنشوف النسخة ثانية ان شاء الله بلتعدل المشاكل مثل ما قلت لكم ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع عماليك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني ولا تنسون الفضل دعاكم السلام عليكم